بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أخوكم شريف من قناة بب بساطة زميل أحمد نور الدين إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن إزاي نعمل حجز على سيستم أماديوس إزاي نعمل حجز على سيستم أماديوس للعميل يعني أنت جالك عميل عايز ياخد أماكن للبلد معينة عايز تعرف عدد أفراد أسرته عايز تعرف كل حاجة هنشتغل على المنطقة دي وإن شاء الله يكون مفيد لكم في الموضوع ده بالعمل الله أول حاجة مثلا جالك العميل فانت تسأله حضرتك هتسافر إمتى فبيقول لك إن شاء الله يوم مثلا 15 ديسمبر واختصار اختصارات الأكواد طبعا معروفة جان جاك ألفا نانسي طبعا الحروف دي انتوا لو عايزين ترجعوا لها فترجعوا لها في الحلقة بتاعت لغة السياحة لزميل أحمد نور الدين في حلقة سابقة فهنقول 15 ديسمبر اللي هي ده دي ايزي تشارلي من القاهرة لدبي الفانانسي دي سابقة وبعد كده بنكتب التاريخ وبعد كده بنكتب كاي دبي كاي دي دي الاختصارات اللي احنا قلنا عليها هتبقى في الحلقة الجاية برضو إن شاء الله وحلقات جاية هقول لكم إيه هي الاختصارات دي منين بنحفظها تاريخ 15 ديسمبر من القاهرة لدبي هنقول الاول نحدد من جير الطيران عشان يفتح لنا كل الطيرانات المتاحة فتح لنا الاول ايزي كينج ده هو طيران الاماراتية دي اختصارات طبعا اكواد الطيران ام اس اللي تحتيها دي مصر للطيران هيفتح لنا كزا حاجة فيه الشوجر كوين السنجابور هنتكلم بالنسبة مسلا الاماراتية بيكتب لك الرحلة رقم الرحلة 926 الكلاس ده الكلاس المتاح على الطيران من اول الاف اللي هو الفيرست كلاس والالفا ده فيرست كلاس وبعد كده بيخش على البزنس الجاك والتشارلي الايتم الاوسكر الهاني ومن اول اليلو هنا بنبدأ الدرجة الاقتصادية لحد اخر درجة طبعا كله طيران بيختلف يعني احنا لما هنيجي نبص في مصر رحلة 900 واحد دي هنلاقيها بدأت بتشارلي ودي درجة بيزنس يعني مصر ترمع لهاش وهنلاقي الدي دي بيزنس والجاك بيزنس والزولو بيزنس وبعد كده اليلو اعلى درجة في الايكونومي لحد اخر درجة وهي التومي هنبتدي نتكلم مسلا ان هو هنسأل العميل احنا محتاجين كم مكان فهيقول لي انا وزوجتي مسلا وطفل هاسأله على السن لان احنا عندنا الاطفال في رضيع من اول يوم لحد سنتين الى يوم وعندنا الطفل من اول سنتين ويوم لحد اتناشر سنة الى يوم فاحنا هنقول مسلا ان هو ومراته طفل رضيع وطفل عنده مسلا ست سنين سيء مسلا فهنحجز عدد الاماكن هنقول مسلا هناخد طيارة مصر للطيران اللي هي دي هنحجزها ازاي زي ما قلنا الالفة ننسي سبتة في موضوع ان احنا بنفتح الطيارات الشوجر شوجر هي سبتة في ازاي نسحب اماكن الشوجر شوجر دي سبتة وهنقول مسلا هنسحب تلات اماكن هنقول مسلا على درجة التومي احنا شايفينا اخر درجة مش شرط ان هي تبقى ارخص درجة بس بعد كده في التسعير هفهمها لكم ان شاء الله يمنى هو تلات اماكن على درجة التومي بقى درجة التومي وبناخد رقم الرحلة اللي هو رقم اتنين عشان نحجز من الرحلة رقم اتنين وبندوس انتر اهو سحب ام اس رحلة تسعمائة واحد كلاس التومي عمستاشر ديسمبر القاهرة دبي اتشي كيه تلاتة يعني انت حجزت تلات اماكن انا حجزت تلات اماكن ليه مع ان هو اقلي هو وزوجته وطفل ست سنين وطفل اقل من سنتين لان الرضيع ما ببقاش ليه كرسي ممكن نعمل له كرسي لو احنا محتاجين مثلا في حالة ان انت محتاج له كرسي مش الوالدة مش تقدر تشيله على رجلها ان مثلا ان فيه توقم ساعتها بنحجز له كرسي اه فدي الحالات اللي ممكن بنعمل فيها الموضوع ده فاحنا هنقول مثلا هنكتب الاسم الاسم الخطوة السبتة بتاعته دي خطوة سبتة وبعد كده هنبتدي نكتب الاسم اول حاجة بنكتب اللي هو بيبقى اخر اسم في الباسبور احنا بنمسك الباسبور كده بتاع العميل عشان نكتب الحروف مظبوطة لازم نكتب الحروف تبقى مظبوطة بنكتب اخر اسم في الباسبور اللي هو مسلا ساي محمد ومسلا الاسم نفسه شريف مسلا ده اللي هو اسم الراكب نفسه ممكن نكتب وممكن ما نكتبش نعايزين نكتب مسلا فاتحي مستر ده اللي هو الاب مسلا هنكتب اسم الام مسلا ساي مسلا اسم الاخير عندها احمد مسلا الاسم بتاعها اي اسم امال ساي مسلا ونعمل ام ار اس احنا الانفنت بنضيفه مع الام فبنفتح قوس طريقة اضافة الانفنت بالخطوات دي بنفتح القوس ونكتب ايتم ايتم نانسي فازر تمام نكتب اسم الفاملي نيم عنده او اسم والده مش هتفرق ايه ممكن تكتب مسلا شريف ومسلا الطفل او الرديعة دي اسمها مسلا رازان وبنكتب تاريخ الميلاد بتاعها خمستاشر ساي نوفمبر طمانتاشر ما بنكتبش الفين وطمانتاشر بنكتب بس طمانتاشر كده هتزبط معنا وتقبل اهي بالزبط ابلت بقى الاسم اهو امال احمد مادام والرديع رازان شريف وتاريخ الميلاد هيبقى عندنا الاتشايلد الاتشايلد بيدخل بالطريقة دي مسلا الاسم برضو هنقول ان الفاملي نيم بتاع الاتشايلد محمد اخر اسم في الجواز اسمه محمد الاتشايلد طريقة ادخاله بتبقى بنفتح قوس بنعمل شارلي هاني دادي وسلاش بنكتب تاريخ ميلاده مسلا خمستاشر جان ساي مسلا آآ الفين واثناشر وندوس طبعا احنا عملنا الحاجة اللي احنا قلنا عليها ان احنا اهم حاجة بنكتب اخر رقم اللي هو السنة فنعمل خمسة جان عشان كده هو قالك فلازم ناخد بقى ان احنا بنكتب السنة بس تمام احنا كده سحبنا الاماكن طبعا احنا ممكن العامل يقولي السعر التسكرة كان قبل ما ما ندخل الاماكن وقبل العامل بيسأل على السعر اصلا فاحنا بنصعر خطوات التسعير دي هنعمل لها حلقة منفصلة لانها ليها شغل كتير اوي فاحنا لو انقول هنعمل هنصعر اللي احنا سحبناه ده الفاظر اكس ري اكس ري اكس ري ادنا تسعيرات كتير اوي فاحنا عايزين نقوله انخص سعر هيبقى على ايه وهو ادنا كزا تسعيره لان فيها وانيفانت وسعر ادلت هتلاقي اسعار مختلفة فاحنا بنقول فاظر اكس ري روجر اداني الاسعار اداني الادلت ده البيزيك فير ملناش دعوة بيه وده التاكس الضريبي الا على الطيارة وده التوتل ده السعر اللي هو بحسب عليه فسعر الادلت اربعة وربعمائة خمسة وستين ده مسلا متاع الام والاب طبعا بيبقى نفس الكلام الاتنين الادلت بيتموه من نفس السعر يبقى تلاتة تسعمّ� وتسعين بيبقى حوالي خمسة وسبعين في الم مية او سبعين في المية من سعر الادلت طبعا بتضيق بس الدرايب بتضاف عليه سابتة فبتلاقي سعره قريب من الادلت مش بيفرق كتير اما الرضية هو اللي بيبقى سعره قليل لان الدرايبه بتبقى قليلة والبيزيك بتاعه بيبقى قليل جدا فسعره مسلا هنا الف سبعمية وتلات عشر تمام بنبلج العميل طبعا بالسعر اللي احنا هنبيع بيه سعر البيع بنكمل الحجز اللي هو وافق تمام وعايزين نصدر بنعمل تي كي او كي ده اللي هي تأكيد الحجز ان احنا هنصدره حاليا او هنصدره لوحيقا لان بينزل للحجز من خلاله بنبلج العميل ان احنا مثلا عندنا في خلال حضرتك يوم او يومين ترد علي هيبقى السعر هو هو واقدر احجز لك التزكت دي واطبعها ده اه لو عدى المعاد بتاع الحجز ده هيتكنسل وهنضطر نعمل حجز جديد وممكن ما نلاقيش السعر اللي احنا حجزنا للعميل وساعتها طبعا العميل هي مش هيبقى راضي على الموضوع فاحنا لازم بنعرفه ان احنا بنعمل كده فعملنا تي كي او كي قبلت اهيه كتبت تي كي او كي تسعة نوفمبر وده الكاي بتاعنا المهم وبعد كده بنعمل روجر فازر والامضة بتاعتك روجر فازر دي سابت عشان تكتب ان انت اللي ماضي على الحجز ده طبعا ممكن يكون في المكتب او الشركة اللي انت شغال فيها اكتر من موظف ولو اكتر موظف بيشتغله على الشاشة هو طبعا يفضل في اي مكان ان انت كل واحد يبقى ليه صين وشاشة بتاعته بس لو مثلا يعني حصل بتمضي بالامضة بتاعتك شاني معروف ان انت اللي عامل الحجز ده اه فيه اللي بيمضي بحرفين في اللي بيمضي باسمه كامل مش هتفرق روجر فازر ومضينا وايزي روجر دي دي سابتة عشان ناكد الحجز قال لي نيت تليفون لازم تدخل رقم التليفون طبعا الشاشة ساعات بتبقى انت مجهزها بتعمل الفا بيتر وبتدوس انتر دي خطوة سابتة بيظهر لك رقم التليفون وفيه ناس بتحط رقم التليفون وعنوان لو انت مش ضايف الخطوة دي عندك انت ممكن تدخلها مانول يعني ممكن تكتب الفا بيتر شريف مسلا مسلا اي ترافل اي شركة بقى على حطرتكم بتكتبوا اسمها ترافل وبتكتب بسلا رقم رقم التليفون الخاص بيك او اي ارقام تمام تمام بعد كده بتسايف ايزي روجر ايزي روجر تاني بيظهر لك كده انت عملت حجز على خطوة مصر التيران الحجز ده من من خلاله انت كده بتقدر تصدر التذكرة دي في اي وقت احنا كده معانا رقم الحجز اللي ممكن نصدر به في اي وقت لما بنيجي العميل مثلا عايز يقولك ان انا هصدر بكرة طبعا بعد ما احنا قلنا له تايم ليميت تايم ليميت احنا النهاردة تسعة بعد بكرة الساعة ستاشرة ستاشر اي اربعة عصران فانت تقول له حضرتك معاك وقت لحد 11 نوفمبر الساعة ستاشر نصدر يقولك لا انا هرد عليك مسلا بكرة يوم عشرة او كده اما بتيجي بتفتح يعني لو احنا عملنا اجنورد اجنورد بنقفل الحجز تمام وحبين نفتح تاني بنفتح برقم الحجز ده لو احنا مسايفينه طبعا في كاشكونا في اي هجا مسايفين رقم الحجز ده بناخده وبنفتح فتحنا ام فتح الحجز تاني طبعا لو احنا مش مش معنا الرقم الحجز او مش مسايفينه احنا ممكن نفتح بالاسم نفتح بالاسم ازاي من خلال مسلا باسم واحد فيهم احنا كنا عاملين الاسم الاب مسلا محمد واسمه هو شريف روجر تومي سلاش لما بنفتح الحجز كنا بنفتح بروجر تومي والريفرنس دي سبت اما لما بنجي نفتح باسم العميل روجر تومي سلاش وبنكتب الاسم هندوس انتر فتح لي ان في حجز نقق مش شغال وفي حجز تاني نقق اكتف اللي شغال اهو على خمساشر ديسمبر كايرو دبي رقم واحد بنعمل روجر تومي ورقم وان بيفتح لنا الحجز بتاعنا تمام كده دي خطوات الكاملة للحجز من الاول للاخر طبعا بقية الاضافات وكل حاجة مهمة في الحجز وازاي بنفتح طيارة ازاي بنعرف النوع الطيارة وازاي كل حاجة ان شاء الله هنتعرف عليها في حلقة جاية بامر الله اتمنى نكون افدتكم في الجزء ده اهم حاجة ما تنسوش اشتراك القناة وتفعيل الجرز عشان يوصل لكم كل شيء جديد عنه وان شاء الله اكون وفقت في المادة العلمية اللي قدمتها لكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة